إلى موضوع آخر الآن حيث تستعد هيئة دفاع المتهمين في قضية صنات ركوحد الطعن بالنقد أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة ضد موكلها الذين سلطت في حقه معقوبات الخبس النافذ والموقوفة النفاذ فيما يبقى الاحتمال للوارد في تقديم نيابة العمى أيضا بطعوني بعد الأحكام المنطوق بها مزيدا من التفاصيل مع ياسمي ندهيبي فصل جديد في قضية صنات ركوحد بعدما كشفت هيئة دفاع المتهمين والأطراف المدنية بالطعن بالنقد أمام المحكمة العليا في ظرف ثماني أيام بعد النطق بالأحكام كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية يجب احترام الأحكام التي صدرت في هذا الشأن لا يجب التقليل من شكل الأحكام القضائية لماذا لا يقيم؟ للعادلة وللقانون الحق للمتهمين أن يرفعوا طعن أمام المحكمة العليا ولكذلك هذا هو الميزان ولكذلك النائب العام الحق في أن يرفع طعن بالنقد أمام المحكمة العليا مهما كان الحكم فإنه صادر باسم شعب الجزائي نحترموه نعدنا وسائل للطعن فيه الوسائل القانونية مسموح بها في الدستور وقانون جراء الجزائي كما تطعن النيابة العامة في الأحكام في حق المتهمين الذين التمست في حقهم عقوبات الحبس النافذ بما فيهم الشركات الثلاثة محل المتابعة التي التمست في حقها غرامات مالية نافذة وهو ما يسمح بعودة ملف القضية بحلة جديدة خلال السنوات المقبلة شكرا شكرا